ده بالعلى السؤال الذي يطرح المنطلق كما ذكرنا دائما من الوحي والسنة وحي السنة النبي عليه الصلاة والسلام هي وحي كما أن القرآن وحي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلوقه فزوجه إلا تفعلتكم فتنة في الأرض أو فساد عريض أو فساد كبير لحسب الألفاظ بالرواح إذن أتاكم من ترضون دينه وخلوقه يعني التي قلت الإنسان يتأمل أن الخلق أصلا ره من الدين خلق من الدين فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه خرج الخلق من الدين باش يبين الأهمية ديه وربطوا بالمؤسسة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلوقه فزوجه إذا كنتكلموا إحنا على أن الزواج يقوم على الدين وكأن أهم جزء من هذا الدين هو الخلق واش سيدي زكريا واش تيبلك أن يعني الخلق لهو هذه الأهمية في الزواج أوليك فينا للإنسان أن يعرفوا ره مسلم وتديين تصلي الصلاة والديه والزكر اللي عليه تأديها إلا سهل الله بشي حج جتي مشي حج وإلا عند رمضان دينه وراتي صوم يعني كنضم الناس غير تقول لك أوديها دراه مسلم تيعبد الله هذاك الخلق واش ما دخلش في العبادة واش مجزواج محتاجو ما محتاجوش إلى أي حد الخلق له أهمية ومؤسسة الزواج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النبي عليه الصلاة والسلام لما يذكر لنا هذا الحديث هذا إذا أتكم من تظهرون دينه هو خلقه كما قال السياسين الله يجزي بخير وهذا العلم من باب عطفي الخاص على العام لأن الخلق رأى جزء من الدين ولكن بشيبيل لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهمية ديال الخلق نبهنا إليه لأنه أحيانا كتلقى واحد من في صام لإنسان كتلقاه في الجانب ديال العبادة أقصد بالعبادة نتلان الصلاة قراءة القرآن وذكر الله تعالى وضمحت الحضور إلى بعض مجالس الذكر وغيرها كتلقاه ما شاء الله عليه يشار إليه بالبنان ولكن كتلقاه في المقابل في معاملة أهلي يسيء معاملتها الزوجة هذه المسيكين اللي في الدار يسيء معاملتها أنا رجع لهذه ديالسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره أنه هو القدوة لأن الله تعالى سنوك يقول لنا في قراء الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة من حسنة بمعنى أسوة حسنة فاش واش غير في الصلاة واش في الحج خذوا عني مناسككم أو غير ذلك مما يعرف بالعبادات المحضة لا في كل مناح الحياة بمقتضى الآية التي ذكرناها في الحلقة الأولى قول الله عز وجل قلنا صلاة ونسكهم حيومة لله رب العالمين إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة ومثال يحتذى به اللي يبغى السعادة أهل أزواج عليكم بارتسامي هدي النبي صلى الله عليه وسلم زوجاً مثالياً والغريب ولا غرابة في ذلك فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم رجل فيه يعني عرفة البشرية كانت سيدنا أحياناً حتى يجي مايكل هارت ويقول لنا رأى النبي ديالكم وأعظم رجل عرفة البشرية مايكل هارت هذا بالنسبة للشباب يمشي ويدخلوا الجوجل ياك نعم ويقلبوا على مايكل هارت صاحب كتاب المئة الأوائل المئة الأوائل هذا كتاب ضمنه إنشئنا أن نقول هذو رجالات تاريخ اللي كانت عندهم واحدة بصامات قوية في التاريخ ما عنده غراض هذا مسلم مهم غراض هو ذلك البصمة والقوة ديالتها فغد يرتبهم شكل لول شكل تاني شكل رابع شكل كذا فجعل في مقدمتههم محمد صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال قال إن اختياري محمد صلى الله عليه وسلم هذا رجال ليس مسلم هذا رجال ليس مسلم قال إن اختياري محمد الأول في رجالات التاريخ قد يدهش القراء لأنه مش مسلم ولكن لإنصاف نحسبه كان منصفا في هذا وإن أخرى سيدنا عمر رضي الله عنه وزعله لعله في المرتبة خمسين أو ليس كذلك فجعل سيدنا رسول الله الأول فقال إن اختياري محمد الأول في رجالات التاريخ قد يدهش القراء ولكنه الرجل الوحيد الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي سبحان الله سيدنا رسول الله من أراد يعني الرجل القائد لمحنك وجد ذلك في شخص النبي صلى الله عليه وسلم من أراد السياسي اللبق من أراد المعلم الحكيم والمرب الرحيم وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين وجد ذلك في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد الزوجة المثالية الذي يعامل الزوجة بالمعاملة اللطيفة بل حتى المعاشرة الفكهة اللطيفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بساما ضحاكا بأبيه أمي وجد ذلك في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال خيركم خيركم لأهله وأنا خير وله معنا هذا مقياس أنا أريد أن أقول لأخوان دي الكرام اللي أحيانا تلقى أحد في سام يعني في الشخصية دي الإنسان تلقاها الجانب التعبود كما ذكرنا وكذا ولكن ما يجي وكأنه يقول لك لا شوف أنا بغيت أن أتأسى من المعاشرة الفهد لا ربنا يقول يا أيها الذين ناموا ودخلوا في السلم كافة إلا شديتي لإسلام كتاب وسن تأخذوا كامل شديتي لهذه النباوية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في ذلك كونه زوجا مثاليا فينبغي أن تتأسى بالنبي عليه الصلاة وفي الحقيقة هذه تحتاج إلى حلقات وحلقات نتكلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بحل المشكلات الزوجية صحيح هناك ربما كتاب يعني الأساليب النبوية في حل المشكلات الزوجية حتى لا يقول قائل بأنه راح تبيت النبو لم يخلو من المشاكل هذه ولكن البطولة عينتكم كيف تحل المشاكل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة على ذلك ربما قد صحيح وحتى أن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه كيف كان يدبر ما قد يمكن يصطلح عليه بالمشكلات الأسرية داخل بيوته وحتى المشكلات الأسرية لبيوته لبيوت الآخرين صحيح ونلقى سيدنا علي سيدنا علي سيدنا فاطين ومن غير فربما عند سيد سعيد لنوازنه شيء شوية لأن بعض الناس يقول لك وانت ما تحضروا يقولون ذلك الرجل اللي حقر ذيك المرة ذلك الرجل اللي حقر ذيك المرة صحيح يقول لك انا رأينا العيالات اللي تحقرونها وانا مشون دوزوا وانا قالوا نعم السيد حوال الرجال اللي كتجي منها يقولك تجي من العيالات وكأنجي من العيالات الاعتبار أن النبي عليه صوصي ومصصنا عليهم لأن الرجل كي يقوله فران وقد بحوما لا محتاج ما من قال فقضية الرجال قوامون على النساء قال لك أنهم أكثر قدرة على احتواء المشاكل في الزوجين